بعد ست أشهر من بداية البطولة برو التضحى جليل من الفروق التي ستنافس على اللقاب هذا الفروق اللي ستعاني في مؤخرة الترتيب إحصائية البطولة لحدود اللحظة تعتبر ممتازة حين أنه ما قام به الجمهور من اتحاد السير إلى ناجل الحرية للإلقراص بكركاج موحد وكذا مساجات سيبري ما تعطينا إلا دفع وقوة للسير إلى منطقة القرى للجمهور فيديو اليوم يكون فقرة جديدة اللي غد نسميها ملخص لبطولة برو اللي يكون فيها كلامة لجول دوارات البطولة وسكالير على أهم المباريات اللي غد نخرجه من يوم المستفيل الأول لحدود اللحظة وكذلك الخاسر الأكبر في حين إحصائيات فرضية الأفضل لاعب وأفضل هادف وكذا أفضل تشكلة للبطولة برو حين إحصائيات جماعية لأكثر فارق سجل الأهداف وكذلك أضعف الفروق في ست دوارات فقرة ستكون مفيدة لجول المتسبع القرى المغربية والأهم هو الوداذيين سيأخذوا انظر على باقي الفروق كل واحدة من مستوى ولا يشكي النفس باش يكون عندنا سكاليرنقي لما يضور في البطولة خليكم معنا باش تكون الأمور واضحة وسليسة في توصل المعلومة قد نقسم الترسيم البطولة إلى جوش المرتبة الأولى حتى المرتبة الثامنة هدو فروق الصفوع اللي سيكون فيهم المنافسين لللقاب مرة تبع السود إلى مؤخرة ترسيم الفروق لا تساسعاني من خطر نزول القسم الوطني الثاني دوزو مباشرة للمتصدر البطولة برو اللي هو نهضة بركان فارق الذي يقدم أوراقه بمتياز وأثبت أنه منافس أول لللقاب سجيل الأربع انتصارات وتعادلين وهالتعادلين كانوا مع فروق الصفوع للكران المغربية للجيش والويداد في حين المباراة الأخرى بركان مضيع فيهم ولا نقطة وبهذا فبركان بقيادة أمي الكرمى عينه على البطولة في الرطبة الثاني يجي الويداد الرياضي اللي بدأ بداية متأثرة بعزيمة أمام الفتح لكن تدرك الأمور بأربع انتصارات وتعادل وذلك التعادل كان خارج الميدان أمام تنظر بركان واحتضى كلماتش لويداد ضيء الفوز على الزبع مما يؤكد أن الويداد منافس فوق العادة على اللقاب الرطبة الثالثة قد يلقى المغرب الرياضي فاسي بقيادة المدرب القادير طريق سكيتيوي لكيقدم ظروف كروية متميزة ويثبت حين كتوف تدريب لكي يجمع بالآداء والنتيجة فكر الشاب قادر يعيد الماصل التوبوج لو فرولي الظروف اللازمة انت دابت في المستوى وكاد يخليه ويخدم فراحته ويصبره عليه إلا أنه بحسب الرأي ديالي فالمص خارج حسابات المنفسة لللقاب ولجف أحد المراكز المؤهلة المسابقة الإفريقية قد نعتبرها نتيجة جدا ممتازة الرطبة الرابعة كان القوى الراجل يقدم نتائج متبينة في مباراة تقول هذا هو الفريق اللي غادي يخذ البطولة وفي مباراة أخرى كمباراة يلوم الحسنية قد تقول هذا اللعب ما كنش احتفل هوات الفريق حقق ثلاثة الانتصارات وكاد الثلاثة التعادلات والأهم هو أنه فريق صعيب يخسر إلا ما خدش طروبون فراه ما كيضيح نقطة بالنسبة للراجل كذلك قد يكون منفس قوى لللقاب نزول صاحب المرتبة الخامسة اللي هو الجيش الملاكي الفريق اللي بدأ بداية بطولة ممتازة أربع مباراة للولا ثلاثة ديال الانتصارات وتآدل مع الراجل وسط دونور لكن موقع الفريق والخروج من العصبة أمام لطوار خلال الأمور تتزم والمورال يطاح اللي خلالهم يأخذوا نقطة واحدة من آخر جديا للمبارايات بالنسبة للجيش عنده إكيب قادر على المنافس على اللقاب ما يحتاجه هو أوداة المورال وكنضم هذا التوقف سيكون في مصلحتهم 1000% من أجل تصحيح الأوضاع الرتبة السادسة والسابعة والثامنة من الفتح تدوانة ورقة والحضوط لحظة مقدمين نتائج إيجابية لكن حسب الرأي ديالي فأن قادم الدورات سيستقرر في وسط الترتيب بعد على فروق المؤخرة وكذلك بعد على المنافسين على اللقاب بلوغة أخرى سيأخذوا فقط من الشطر البطولة بعد فروق صفوة سيأخذوا الناس الذين في خطر وبدوهم بروسبة تاسعة لأدنى الشباب المحمدية اللي فرطت في جول ركائز فريق السنة الفريطة ويعتمد على أكثر من 50% من اللاعبين شباب بالنسبة للمحمدية في خطر وتستطيع مع قادم الدورات يقرب لمنطقة الخطر ويكون من المهتدين لنزول دولة الدرجة الثانية أما زمامرة نفس الكلام المحمدية فريق اللي كان ضمن أنه غادي يعني هذا الآن في حين أسبيك الفريق اللي كان نقيل عملي فات لكن كيف الآداء إدارة أسبيك تفرض فريق عائز الفريق والتعود كيكون شاحح وهذا الشيء يخليك الفريق أمره يحلم يكون تيتري أما السوالب اللي بدأ بجود للانتصارات دعشر لليه بنادم لكن بعدها أربع ديالهزائي متى للتزالية تبرز المستوى الحقيقي لهم كنظم سيقومون في هذا الموسم أما فريق اللي سيقومون بشيء هو اتحاد طنجة فريق اللي بقاعدة جماهيرية كبيرة وإلترى عندهم من الصفوة في الممشط الفرقة كانت القاوم تابعينها بعدد محترمة ومدينة عريقة وتاريخيهم من العب العالمي لكن المشكلة عندهم هو المسيرين اللي يخوضون في الفريق من أجل المصالح الشخصية كيف الفريق خضر بطولة سنة 2018 العمل اللي بقاعدة لكي لا ينطح السيكوندة كذلك العمل اللي بقاعدة فريق في القيام كامل لم يخطر حتى المصالح وعندما تقوم بقاعدة تقوم بقاعدة الخرف الآخر بطريقة بائسة كالخصية تحقيق من الفيفا والجميع معلنا طنجة بمدرب شاب متميز يخطره ويخدم رغادي قد بيوم الفرقة بزيان لكن ألا يشتوهم نوضل عليه الروايطة والأمور لا يشترش بالخير كنضم أن طنجة بقاعدة يلعبوا على وسط الترتيب ويشتروا بطولة حتى أولهم أما الأخيرة الترتيب والثلاثة التي يعينهم والحسنية المولودية وكذلك يوسفية سبرشيد جوجة الفارق تاريخية يعيب يكونوا في ذلك الترتيب الكلام على وجه خاصة تغيير جديد في المسيئرين وكذلك الجمهور السلسي خاصة يطور في وجه المسؤولين لقضل الفارق أما هناك شخصية من الناس الذين يتمنى أن ينزلوا في حلهم من دوزيام سيري لهم يجب أن أمرأ وكذلك السؤال البطولة محتاجة فارق عريقة كالكاك الكوكب والقودين فارق مدن تاريخية وأولهم عندهم جمهور وقاعدة جماهيرية كبيرة كتاقرة ونقجامية للبطولة خلاصة الفارق الذي نرى الآن سوف ينفسه للعقب هم أربع فارق الكلاسيكية للكون المغربية في السنوات الأخيرة بركان أما الفارق التي ستنفسه لنزل القسم الثاني لدي خمسة ديال الفارق سؤال برشيد زمامراء مولادية وجداء وللأسف حتى الحسنية داخلها هذا هو السباتيستيك الذي نبدأ بالفارق أفضل هجوم أدنى هو نادي جيش المالكي لقدر السجل الحبارة أما أفضل ضيفاء مشترك ما بين الفتش وبركانة مركوليه فقط ثلاث دين آداء أما بطاقة الرميد كأضع في هجوم أدنى الحسنية وجداء وبرشيد يمسجلين ثلاثة هدف من أصل ستة مباراة يعد بمعدال نصف هدف في كل مباراة هاتشارة أما أضعف دفاع لدينا مولودية وجداء للتجزاء اليوم ثماش الهدف بمعدال الجوج الذي يتفع في المباراة الواحدة نزود باللاعبين لدينا الدفع بطراب وصفقها كان اللاعبين لديهم نفس الراسة إلا أنهم مسجلين بلانسيات ومسجل ولا ضرب الجازاء أما الأسستور لدينا أيوك بوشتا مدافئ المحمدية ليعطى ثلاثة تمريرات حاسيمة أما أفضل ثلاث لاعبين في البطولة حسب الرأي الشخصي ونقول عن الأوداء حسب الرأي ديالي أنا الشخصي خساري الثلاثات ونبدأهم صاحب مركز الثالث وهو نوفيز درغوني مهاجم راجع لكي يقدم بداية بطولة كبيرة اللاعب الثاني هو اللاعب الجيش الملكي أمين زهزوح لأخذ أرقام نتدي في المنعدمة إلا أنه يقدم مستوى كبير كبير كأحد أمهر لاعبين بطولة برو إحصائياته كالتالي أكثر لاعبين قادوا بالمراوغات صحيحة بربعة المراوغات في المباراة الوحيدة بعد حمد العونيك لأنه لديه نسبة المراوغة ثلاثة المراوغات في ماتش واحد ونظر نزهزوح إلى خدمة المستوى البداني مزياد فرعب المنتخب لا يبقيت أما أفضل لاعب في البطولة حسب جميع الإحصائيات فهو يحييج براد لأخذ النجم المباراة ثلاثة ديال المرات من أصل خمس مباراة الأبوغ قدر يسجل الهدف حين دوره كوسط ميدان حقق نسبة ديال 84 مليارة صحيحة في المباراة الواحدة مع أنه أكثر لاعب الوسط قطعاً للكورات لهذا كل الأرقاط رشحة يكون نجم الدورة ستتلون من البطولة برو أما أكثر حارس ستصد ديال الكورات وابدرح ملك واسلي بثلاثة ديال لاجمات ونصف في كل مباراة أو ثلاثة ديال تسلطيات ونصف في كل مباراة في حين أفض الحارس من ناحية الأبوغ هو حارس لهذا السيبركان أعمل الوقت لقدم أوراقه بامتيازه كان حائط صامد أنه كل من الجيش والويدات وقدر يوفر للفريق ديالوغ جزي النقاط من فون السبع في حين أنه أفض الهدف كان هو هدف بوريكا لاعب الماص وكان أول أهداف بطول هذا الموصل لا تصامد كسوبركلاس لكي لا نطلق الفيديو أكثر سأحاول أن نحرسه هنا لأنه يصل إلى النهاية وهذا الفيديو كان فقرات ملخصة بطولة برو التي تمنى أن تكون أعجابكم بطبيعة أي ملاحظة أو توجيه أو كيفية نزيدها في الفقرات دعوها في كومنتر وبطبيعة أي شيء يصبح رأي شخصي قابل للنقاش أهم شيء هو الرأي سأحاول أن تشاركو معنا في كل منطقة و لا تنسوا الإعجاب بكل محتوى لا تنسوا لنا بإعجاب الفيديو الشرق حتى الله